بسم الله الرحمن الرحيم نشرح دلوقتي شابطر 4 في الماكرو اوكونوميك هنا طبعا هنتكلم عن السابلاي والدماند في السوق قوى العرض والطلب في السوق سريعا كده طبعا الكلام ده كل مراجعة هو طور مراجعة بالنسبة لنا اللي درس التصاد الجزئي تلاقيه بالنسبة له سهل جدا واللي سيفاكر في التصاد الجزئي هيبقى سهل بالنسبة له اول حاجة احنا عندنا هنشوف في هذا الشابطر بعض الاسئلة والاجابات عليها اللي هي العوامل اللي بتأثر في طلب المسالكين على السلع العوامل اللي بتأثر على البائع في عرض السلع بتاعته يعرض السلع امتى وميعرضش امتى العوامل اللي ازاي ان الطلب والدماند بيحدده السعر على الكيميات المباعة وايضا ازاي التغيرات في العوامل بتؤثر على الطلب والعرض في السوق العوامل ده هنقول عليها برضه ازاي نخصص الموارد في السوق هلا افترض هنا في هذا الشابطر ان السوق هنا منافس او فيه منافسة في الاسواق هنا يبقى هنا الاسواق بتكون منافسة يعني ايه منافسة يعني فيه اسواق كتير بنافسه بعض ايه هو بقى الكمبيتشن المهمة قوي اعرف التعريب ده الماركت ده الماركت ايه هو الماركت الاول اول حاجة ايه هو الماركت الاول ايه هو السوق السوق هو عبارة على مجموعة من بايرز والسيلرز موجودين ببيع منتج معين بس ده السوق والسوق ده بيبقى اما له مكان بيبقى له مكان طبعا بيلتقي فيه البيع والمشتري عشان يشتري من بعد ده بيعرض وده بيشتري وده بيطلب ده السوق وعدين هنا فيه عندنا السوق المنافسة بقى ده مهمة او برضه اي حاجة هنا مكتوبة باللول الاحمر ده مهمة على طول خدق قاعدة كده السوق المنافسة انه هو بيبقى هو سوق عبارة فيه ميني بيرز وميني سيلرز يعني عديد العديد العديد من المشتريين وعديد من البائعين يعني بنفسوا بعض الناس كتير بتشتري وناس كتير بتبيع فيه شركات كتير بتشتري بس ايه بتشتري ايه بقى بتشتري سلعة متشابهة بس انه كل من البايع والمشتري هاز ها نجل جبل ناجل جابل هو تأثيره ضئيل على السعر يعني ما ينفعش طالما فيه مشارين كتير وباعين كتير لنفس السلعة يبقى ما قدرش انا اقثر في السعر يعني ما قدرش اقول والله انا ابيع للسلعة دي مش ابيعها على 20 ريال مثلا وفيه ناس سنين بيباعهم 15 مش هيقضى للأقثر لانه فيه ناس سنين بتنفسه فيزن دلوقتي سواء ده او ده البيع ومشترق ما بيقصروش او تأثيرهم ضئيل على السلعة بعد كده هناخد مواصفات للسوق المنافسة انه فيه بايعين كتير ومشترين كتير وتأثيرهم على السعر ضئيل ما بيقصروش او قدرش اقصروش ولذلك عشان كده بنقول عليه ان السعر المنافسة ده هي انه هو كل واحد فيهم برايس تيكر يعني ايه برايس تيكر بياخد السعر اللي جايله يعني ايه السعر اللي جايله هو بتلقي السعر مش هو اللي بيسمع السعر وليس ميك وليس برايس ميكر خلي بقى لنا بقى هنا ده البرفكت لي كومبيتتف بيعمل ايه من مواصفاتها انه برايس تيكر كل واحد فيهم بياخد السعر اللي جايله بيتلقي السعر خلاص يعني بيكبر على سعر معين لكنه بيكبر على سعر انه يبيع فيه لكنه هو ما يقدرش ميكر ما يعرفش يعمل برايس ميكر يعني ما يعرفش يسمع السعر ما يعرفش يفرض السعر على السوق واضحا ده اهم حاجة في الموضوع كل نيجي بقى بالنسبة للطلب الطلب هنا اللي هو الديماند الديماند يعني ايه بقى اول حاجة خالص ااخد بالنا منها اللي هي الكيمية المطلوبة ايه هي الكيمية المطلوبة نحفظ التعريف ده رجاءا خلي بالكم من الحاجات اللي اقول لكم عليها مهمة ايه هي بقى نقول هي الكمية المطلوبة من السلعة خلاص ان ايه ان البيارز يقدر يرغب بويلنج يرغب ويقدر قبل توبرشيز ويقدر ايه انه يشتري معها فلوسها ويرغب فيها يرغب ان هو يشتري السلعة ده ويقدر يشتريها ومعها الفلوس اه في طبعا هنا اللو اوف ديماند يعني قانون الطلب ايه هو قانون الطلب ينص على انه الكيمية المطلوبة بتنخفض لما البرايس يرتفع يبقى هناك علاقة عكسية خلي بالنا من النقطة دي تقوي هناك علاقة عكسية بين الطلب وبين السعر بس بشرط يكون العوامل الاخرى يعني العوامل الاخرى يكون زي ما هي متساوية يعني ما بتتغيرش العوامل الاخرى طبعا انا اقول عليها بعدين والجدول ده اللي هو جدول الطلب هيأكد القانون بتاع الطلب ايه هو قانون الطلب يبقى جدول الطلب ماشي مع قانون الطلب جدول هو نفس القانون بمعنى البرايس يزيد اهو كان صفر ما كانش فيه برايس مثلا او دولار طلبت كام او اشتريت كام اربعة عشر قللت شوي اهو زاد اكتر قللت اكتر زاد كلما زادت السعار كلما كانت السلعة المطلوبة بتقل يبقى فيه علاقة عكسية بين البرايس وبين الكمان مطلوبة فيه علاقة ولا مفيش علاقة اه فيه علاقة بس هي علاقة ايه بقى عكسية يعني ايه عكسية البرايس يزيد ده يقل هم ماشيين في اتجاه معاكس لبعض مش ماشيين مع بعض ما بيحبهش بعض هنا مثلا ايه مثلا ايه ايه طلبه ايه طلبه ايه طلبه ماشي ايه بيطية ماشي مع الطلب يعني ايه ماشي مع الطلب يعني لما الاسعار التي تزيد طلب بيقل يعني بيستهلك اقل ايضا الكلام ده كله معاد معاد ده كلام ده يعتبر معاد برضو هنا الكيرف بتاع الكيرف اللي هو المنحنة منحنة الطلب والجدول اهو ممكن انا الجدول ده امثله بالمنحنة يعني ايه عندي هنا دائما دائما بيكون في المحور الرأسي والكميات المطلوبة بتكون الكوانتيتي اللي هي القهوة التي اديت ايه بتبقى افقي يعني ايه يزيد يعني ايه هنا ازود من هنا وهو نفس الان يعني انا ممكن هنا اقول برايس صفر امثل برايس صفر احط ده عند السبتاشر والبرايس واحد او ارتفع شوية واحد بس كده هنشوف بقى هنا دلوقتي علاقة او علاقة او مقارن ما بين الماركت ديماند مقابل الاندفيدوال الطلب على السوق ككل وطلب على الافراد يعني ايه؟ عندنا مثلا تلت افراد او فرضين او او شركتين او مؤسستين ايا كان فرضينهم فرضينهم لما يكون الفرض ده عند السعر بيطلب كذا والتاني طلب كذا اذا طلب السوق كله ايه؟ بنجمع الاتنين مع بعض هنا داسع طلب كذا اذا الشخصين دول يبقى طلب السوق كام مطلوب ايه؟ اللي مطلوب عندنا في السوق الطلبات كلها في السوق كلها بجمع طلبات الافراد يبقى اذا طلب السوق هو مجموع طلبات الافراد بس كل ده بالنسبة له يعني هو عايز وصل للمعلومة دي طيب هنا بالنسبة للسلايد ده كمان عايز السلايد ده كمان ايه؟ قدر انا امثل طلب السوق على الكيرف ها عادي ادوط البرائس اخد طلب السوق اللي انا جمعته هو نفسه ها ادي الطلب عند السعر البرائس هنا والطلب السوق العقام بتاع طلب السوق مع ده او اقدر حط النقاط بتاعتي على سبيل المثال انا سبيل المثال لو كان عندي ستة لو كان عندي خمسة ادي السعر خمسة اهو وهنا عندي كمية تسعة ادي الخمسة وهكذا كل نقطة قدامها المثال نقطة نقطة عبارة نقطة عبارة ايه؟ النقطة هنا على احداثياته عبارة ايه؟ سعر وكمية سعر وكمية انا افترض سعر اربعة هنا مقابل كام اتناشر هنا على الكمية بعد ذلك احط النقاط بعد ذلك اوصلها يديني منحنة طلب السوق وهو منحنة طلب ده بيبقى ثابت ولا بينتقل من مكان لمكان بمعنى ايه من مكان لمكان اه بينتقل ما بيقباش ثابت خالص بينتقل بس على فيه ظروف معينة بتخليه بتؤثر عليه انه ينتقل ايه بقى هي ديت هنشوف اول حاجة بتؤثر عليك منحنة طلب اول حاجة السعر السعر بيخلي منحنة طلب بيؤثر لكنه بيؤثر على الكمية المطلوبة بيؤثر على الكمية المطلوبة بس ما ينقلوشي نقول ثاني السعر السعر الاسعار بتؤثر على الكمية المطلوبة بزي ما احنا قلنا تأثير سلبي او عكسي ده السعر يزيد برايس يزيد الكمية المطلوبة بتقيل عرفنا كلام ده كل بس ما بيحرقوش ما بيقولوش نفسه ثابت مكانه طب التغييرات دي في الكمية المطلوبة ده هي بتتغير ازاي بالنسبة للسعر السعر بيؤثر على الكمية المطلوبة بتغيره ازاي يعني السعر بيغير الكمية المطلوبة ازاي بيتبقى على نفس المنحنة على نفس المنحنة بشرط يكون الاعامل الأخرى ثابتة او اكوال زي ما هي ما اتغيرتش طيط دي العلاقة دي هنشوف عليها امثلة بعد كده ان شاء الله زي ما احنا شوفنا زي ما شوفنا هنا او السعر ما بيتغير الكمية بتاعته بتتغير بس ايه على نفس المنحنة السعر العامل الوحيد اللي بيؤثر على الكيميات المطلوبة بيغير الكيميات المطلوبة عند الاسعار المختلفة بس على ايه على نفس المنحنة ما بيحركش المنحنة لا يمين ولا شمال فيه علاقة ما بين عدد المشترين كلما زاد عدد المشترين كلما زاد عدد المشترين مثل touched bayers كلما زاد الكميات المطلوبة كلها بتزيد علاقة طردية اسمها ايه positive علاقة اسمها positive ونزيل الموصف الطريق السعر الساهمين المشاهدين مع بعض التغيرات ماشية في طريق نفس الطريق هذا يزيد هذا يزيد او لو دينه قصت تانيين ازايه بالظبط ماشيين الخوات مع بعض فيه عوامل بتؤدي الى انتقال المنحنة من مكان المنحنة كله بينقله كله يعني المنحنة الاساسي كان ده وبعدين نتنقل راحل اليمين كله كلهم ده فيه عوامل تانية بتنقل بقى المنحنة كله بقى اكمله يبقى عوامل بقى بخلاف السعر من ضمنها ايه من ضمنها عدد المشتريين يبقى احنا قلنا عدد المشتريين بيؤثر في الكيميات المطلوبة اه بيؤثر بس بيؤثر طب يعني ايه بيؤثر يعني بيزود الطلب اه بيزود الطلب لما يزيد الطلب بقى بسبب البيارز اذا بيننقله الى جهة اليمين يبقى اي زيادة في اي عامل غير البرايس معناته انه هو بيزود الطلب يعني انقله يمين زيادة المنحنة وزيادة الطلب بيؤدي الى انتقال المنحنة الى اليمين ونقص الطلب بيؤدي الى انتقال المنحنة الى جهة الليفت هنا جهة الرايت وهنا جهة الليفت ونقص الطلب ولازم نعرف العوامل الاخرى بخلاف السعر اول عامل منها هو اللي هو ايه عدد المشتريين طيب في عامل اخر ينقل المنحنة باكماله اه الانقام يعني ايه الانقام اللي هو علاقة يعني اصا مزدوجة يعني ايه الانقام اللي هو الدخل الفرض الراتب المرتب المفترض المرتب يزيد او الدخل الإنسان يزيد يبقى هناك علاقة ترضية مع الدخل يعني ايه الدخل يزيد الطلب على السلع يزيد بيشتري اكتر تمام؟ هنا في الحالة دي لو العلاقة دي علاقة طردية الانقام والطلب زاد السلع ده اقول عليها اسمها ايه سلع عادية معتادة متعود ان انا اشتري ارز متعود ان انا اشتري لحم بسهلك لحم كل الناس بسهلك الكلام اسمها سلع عادية معتادة طيب لما الدخل بتاعي يزيد ازود شوية احباحها شوية و ازود شوية تمام؟ يبقى مع علاقة ايه طردية لما يكون في علاقة طردية ما بين يسألني بقى اذا كان هناك الدخل ارتفع والطلب على السلع ارتفع السلع دي اسمها ايه؟ نوعها ايه؟ نوعها نورمال تمام؟ لكن لو جهر في بعض الاحيان بعض الاحيان لما الطلب يزيد لما الطلب يزيد الانقام يزيد الانقام يزيد الطلب على السلع بيقل الطلب على السلع بيقل اهو بيقل يعني ايه بيقل؟ يعني بيروح جهات الشمال الليفت جهات اليسار ثاني لما يكون علاقة دي اسمها علاقة ايه؟ نيجاتيف بيوزاتيف في الحالة دي لو ده حلزات والسلع اللي كنت بشتريها وانا فقير لما بيت غني لأ تركتها اسمها ايه السلع دي بقى؟ اسمها انفيريال جود اسمها سلع دنيا او رديئة لو كان دخلي لما كان دخلي على قدي كنت بشتري مثلا مثلا الجوالة مكشف ده رخيص على قدي كان هي بالنسبة لي بقى ايام مستوى الدخلي ده المتوسط ده هو كان اسمها سلع نورمال متناسبة مع دخلي طيب لما دخلي يزيد بالنسبة لي شوية وانا كده متوسط الدخل كنت مثلا ايه اه 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 اشتري حبتين دلاتة كده ازود لكن لما دخلي يزيد اوي 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 بقيت ريتشمان بقى اقول ايه لا اطرق السلع الجوالة مكشف ده اروح للجوال بقى ايفون وحاجات اللي هي العالية للجودة اذا هنا الرضيئة هنا مش معنى اللي هي التلفة لا بمعنى ان هي اقل جودة يبقى الطلب اذا كان الدخل ارتفع وقل الطلب على السلعة علاقة عكسية يسألني يقول لي ايه نوع السلع ده ايه اقول له انفيريار خلي بالنا ايضا من العوامل اللي هي بتنقل المنحنة باكمله خلي بالنا اللي هي ايه اللي هي الجودة اللي لها سلع بعضها التي تحصل على السلعoo التي تحصل على السلع وهي السالة اللي لها علاقة ببعض السلع اللي لها علاقة ببعض приديو و ايه من ضمنها ايه في سلع بديلة و سلع منكملة ضالقة ببعضها ايه ليعني مع Helha الانه لو انا لم اجدت Psلع دي اقدر اذهب السلع البديل لها مثل ايه لقيت اللحم ارتفع سعره اذهب اشتري دقاج تديني نفس الاشباع ونفس الرغبة يعني تمشي الحال هي دي هي دي تمام اسمها السلع البديلة العلاقة ما بين السلع البديلة وما بين الطلب على السلع البديلة الاخرى وما بين السعر الاولى منها علاقة ايه طردية بمعنى ايه طردية لما انكريز برايس واحدة في واحدة منهم لما سعر الواحدة منهم وليكن اللحم مثلا ارتفع اه دي الميت ارتفع ايه بيسبب ايه بقى في التانية بيزيد الطلب على الاخرى اهو يزيد الطلب على الاخرى خلاص يبقى علاقة ايه طردية حد يعرف يفصرها فصرها بقى بينك وبين نفسك بقى اه نيجي بقى بالنسبة ليه زي ايه كمان زي هنقول البيزا والهامبورجر اه كله اكل تمام؟ كله اكل اذا اردتش ده اروح للبيزا اروح البيزا ارتفع يبقى ايه اهو اروح اطلب اكتر من الهامبورجر اه علاقة طردية الديماند اف هامبورجر ايه شيفتن طب لما يكون سعر البرايس سعر البيزا ارتفع اه اه الديماند على الهامبورجر ايه يروح فين ينتقل الى مين؟ شيفتنج فين؟ تورايد ما هو زيادة الطلب معناته انه ينقل المنحنة الى جهة اليمين والعكس صحيح ايضا ايضا مثلا الارز والمكرونا الخبز والارز كل الكلام ده بدائل طيب وايضا الكوكاكولا والبيبسي بدائل ملقيتش دي دي زيادة اروح للبيبسي اللابتوب والديسكوتوب مثلا الديسكوتوب غالي اروح لللابتوب اللابتوب غالي اروح للكذا يعني ايه كان الـ CD والـ A والرغبة في تنزيل الموسيقى لما دي يرتفع داي يرتفع طرد وهكذا كل دي علاقات بديلة اذا خلاص الكلام علاقة السلع البديلة بالاسعار بتبقى علاقة طردية يعني ماشيين مع بعض اصدقاء طيب نيجي بقى بعد كده النوع الثاني من السلع المرتبطة ببعضها او اللي هي علاقة ببعض بس ايه السلع اسمها الـ المكملة السلع المكملة اللي هي علاقة عكسية علاقة عكسية يعني ايه علاقة عكسية لما سعر السلع اول حاجة خلينا نشوف ايه السلع المكملة زي السيارات والمنزين ما قدرش يستخدم السلع بدون المنزين يعني ما قدرش يستخدم واحدة بدون الاخرى اسمها السلع المكملة او الكمبيوتر مثل ايه والسوفت وير برضو مكملين لبعض اشتريت كمبيوتر يبقى لازم اشتريت برامج سعر السلع على الكمبيوترات زادت ويستخفض الطلب على البرامج وبالتاني الكيرف هيروح فين جهة الشمال ايه انخفاض في الطلب ينقل المنحن الكيرف نفسه الى جهة الشمال بعد كده في علاقة او من ضمن العوامل الاخرى اللي بتنقل المنحنة كله باكمله في العوامل الاخرى اللي هي زي التاستس التاستس اللي هي الازواق او التفضيلات او الواحد يفضل حاجة عن حاجة ذوق ازواق وبعدين انشوف ايه اي حاجة بتعمل شفت بتسبب انتقال الزوق لجهة السلعة الى جهة السلعة يعني مثلا الازواق كلها منتجة الى الايفون فبتزود الى الطلب على مين؟ على الايفون هذه السلعة وبالتاني ينقل المنحنة فين؟ جهات الايه والنقي زيادة في الطلب ينقل المنحنة لجهة الرايت ونقصان في الطلبات بتنقل المنحنة لجهة الليفت خلي بالنا ان نحفظ القاعدة دي وهكذا ونقرأ الكلام ده عشان نطبق هناك نشاطه وهو المنحنة الطلب يقول لو رسمنا منحنة الطلب لتحميل الموسيقى ماذا يحدث في الحالات ماذا يحدث في هذه الحالات وماذا؟ نرى الحالات في الحالة الاولى افترضنا ان الايفون الخفض وانا افترض ان سعر التنزيل الخفض وانا سعر سعر الخفض بس 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 الان الناس هي تشير الكثير فالناس هي تأخير التحميل الصفت وير والموسيقى كتير فيروح يزود الطلب على دي بالتالي يروح في جهات اليمين سؤال هنا بقى طب لو قلنا ان سعر الايبود انخفض بقى رخيص ما هو الطلب على الايبود نفسه الناس يشتري كتير ولا تعمل ايه طيب ولو الناس يشتري كتير طبعا من الناس يشتري كتير لان علاقة عقسية من بالنسبة للسعر الايبود لحانه والطلب على نفس السلع طيب هل المنحنة هينتقل ولا هي ظل سابت في مكانه والتغير على الكميات هتبقى فين شكلها فكروا فيه نفس السؤال اللي قلت لكم دلوقتي من شوية فكروا فيها برايس على الموسيقى سعر الموسيقى السعر التنزيل للموسيقى الخفض السعر يعني ايه الموسيقى الخفض طيب هل الطلب على الموسيقى نفسها يعمل ايه ان الخفض يبقى طلبة يزيد صح طيب الطلبة يزيد خلينا من سعر الموسيقى والطلب على الموسيقى سلعة واحدة ولا مختلفين سلعة واحدة ايه برايس مع الكمية تاعتها برايس مع الكمية تاعتها بالتغيير في الكمية المطلوبة لكن على نفس المنحنة لا ينقلش المنحنة حالة سينارو سينارو رقم C، برايس السي دي، برايس أسعار سيفوطت أسعارها انخفضت، ما هو سيحصل في الكمية المطلوبة على الديا منفسه سيحصل يحصل في سعر الموسيقى و الكمية المطلوبة على الموسيقى سعر الخفض يبدأ ينخفض سعر الخفض يبقى الطلب الطلب عليها ينخفض ولكن هنا أخبركم نصيخ أو شيء بسيط ماذا هي؟ هنا المفروض لا يقول أيضا Price of Music هنا يقول Price of CD في السيدي نفسها سعرها انخفض السيدي بدل ما كنا نقول بمئة ريال بعد بعشرة ريال يعني رخصة سعر السيدي والطلب على تنزيلات الموسيقى الكميات المطلوبة من الموسيقى والأغاني والمعرفة يزيد بدل ما كنت أشتري سيدي واحدة سأشتري عشرة سيدي صح؟ يبقى إذن لما انخفض المفروض يقول كده هنا علاقة بين الـ Price CD والبرامج الموسيقية ده حاجة تانية يبقى ده حاجة وده حاجة يبقى بين المنحنة بين المنحنة إلى جهة اليسر كل الفات ده كان على مين بقى ندخل بقى الـ Supply الـ Supply يعني قريب منه ولكن علاقته تختلف بمعنى لكن قبل ما أنتقل على الإصلاحات أول حاجة بصمعها كده Quantity Supplies التي هي الكميات المعروضة هي الكميات التي يرغب من Sellers هنا كانت من وجهة نظر المشتري من الذي يعرض البضاعة من الذي يطلب البيئر ويقضر أن يبيعها كميات التي يرغب فيها كميات التي يرغب فيها ويقضر أن يبيعها ده اسمه الكميات المعروضة نحفظ التعريف ده أي حاجة باللون الأحمر نحفظه مهمة جدا Low of Supply Low of Supply ما هو قانون الطلب؟ هناك قانون سوريا قانون العرض قانون العرض يعني عكس من؟ قانون الطلب قانون الطلب فيها علاقة عكسية ما بين الإسعار سعر السلعة وبين الطلب عليها أما هنا علاقة ترضية ترضية هناك هنا علاقة ترضية يعني نقوم بمثال لو أنا مثلا أنا ببيع السلعة بعشرة ريال وبعدين فجأة الأسعار زادوا وديني غلية وأنا عندي سلعة كثيرة منها أشترها بردو أنا ببيعها بعشرة ريال كان مثلا مكسبي فيها اثنين ريال مثلا أشترها بثمانية ببيعها بعشرة طيب لما السعر العشرة أصبح تتباع في السوق بخمستاشر يبقى أنا دلوقتي ربحي زاد همش ربحي زاد صح؟ من كانت أخاذ مكسب بقى ثم مكسب سبعة ثم سبعة ريال مكسب أحب أعرض منها كثير أحب أعرض منها كثير لماذا؟ لأن الأرباح تزيد حسنا سلعة التي هي مثلا سلعة هذه أشتريها بثمانية ريال ببيعها بعشرة ريال ثم سلعة تانية أشتريها بثمانية ريال وببيعها بثمانية ريال أحب أعرض من السلع التي فيها ربح كثيرا فكلما كان سعر السلع في السوق أعلى من تكلفتها بكثير يعني تديني ربح كثيرا فتخليني عمد رغبة أن أبيع منها لعشان أحصل على ربح يبقى كل البايع يحب الأسعار تزيد عشان يبيع أكتر والمشتري يحب الأسعار تنزل عشان يطلب أكتر نفس القاعدة التي كانت موجودة في الديماند هي علاقة البرايس بالعرض بالكمية المعروضة من نفس السلعة يؤدي إلى تغير الأسعار يؤدي إلى تغير الكميات التي يرغب أن يكون فيها عرضها لكن على نفس المنحنة يؤدي إلى تغير الكميات على نفس المنحنة نجري هنا قليلا لأنه نفس الكلام لكن بدل مكان على الديماند أصبح عالمين سبلاي يعني مجموع طلبات الأفراد تديني طلبات السوق كله إذن برايس مع السوق هو مجموع طلبات الأفراد طلبات الأفراد تجمعت كلها في طلب واحد اسمه طلب السوق وده جاء سؤال قبل كده قلنا نفس الكلام والكيرف يتحرك كيف ينتقل ماذا يتوقف؟ ما الذي يجعله؟ وهو الـ Non-Price Determined وهو المحدث الغير السعر ويجعله الغير السعر أما الـ Price نفسه هو الذي يغير كمية المعروضة على نفس المنحنة بشرط أن يكون ثبات الـ Other Things Being Equal وتكون متساوية الـ Other Things وهو محدثات غير السعر ولكن ليس المحدثات هذه المحدثات الغير السعرية تستطيع المحنة تتغير المنحنة نعمل إيئة الإغراق وتغير المنحنة أنتقال أي جهة الـ Right أو جهة الألف حسب طبعا من الأعلاقة نجد بقى نشوف هنا هو بالنسبة للسبليشفت ايه بقى العلاقات الـ Non-Price Determinants اللي هي المحادثة الأخرى غير السعرية غير السعر اللي بيخلاف السعر يعني مولا عليه ايه واحد انبوت برايس ايه انبوت برايس اسعار المدخلات اسعار المواد الخام لو انا عندي مثلا الواجز برايس افرو ماتيريال اسعار مواد الخام لو انا اشتريت ماد الخام زاد سعرها في السوق وبالتالي هتزود التكلفة وتقلل الربح بتاعي وبالتالي هيبقى ايه هخليني اعرض عن انتاج هذي السرعة ومعرضهاش كتير لان ما عادش فايدة بالنسبة لي اذا دلوقتي علاقة ايه عكسية خلي بقى انه لما زيد البرايس افرو بيقل العرض بيقل الصبلاي يبقى علاقة عكسية نحفظ الحتة دي ومعرضه وبالتالي هل اسعار المدخلات سعر غير السعر غير السعر اوه غير السعر يجب علي ان يقوم بالنسبة لي اوه غير السعر السعر هو شغال في الاتين إذا قال أن الملك الذي يدخل في صناعة التي انخفض سعر الملك انخفض وبالتالي تكلفته ستقل ويكسب كثير ويحب يبيع كثير منه ويقلل كميات المعروضة وبالتالي يروح جاية اليسار كلها كلمات معادة ويجب أن نقف فيها ويجب أن نقف فيها ويجب أن نقف فيها المحادثات غير السعرية مثل التكنولوجيا التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج لما يكون أنا أطور الألات بتاعتي ودخل التكنولوجيا بيزود الإنتاج ويقلل التكاليف وبالتالي لما التكاليف تقيل الأسعار تزيد يبقى إذن دلوقتي سأحب أعرض كثير لما التكنولوجيا تزيد العرضي يزيد على طول يبقى علاقة ترضية خلي بالنا من النقطة دية أيضا فيه عامل آخر غير السعرية مثل عدد السلار عدد البائعين لما البائعين يبيعون كثير في نفس المجال يبقى أكيد كميات المعروضة في السوق تزيد يبقى إذن ده يزيد عدد البائعين في نفس السلعة ويزيد العرض السابلاج تقيل لما لا يوجد منتجين وما لا يوجد بائعين يبيعون سلعة كثير وهكذا علاقة ترضية وهي علاقة بوزيتف وهي علاقة بوزيتف وهي علاقة بوزيتف والعكسية يعني نيجيتف فهي علاقة بوزيتف وهي علاقة بوزيتف إذن ده ملخص لمين تأثير سامري للمتغيرات التي تأثر فيه أو تأثر في مين في السابلاج في السابلاج فهي علاقة بوزيتف برايس قلنا بيعمل نفس الطلب بالزبط يغير في الكميات المعروضة على الموغمينج يحركها على الونج على نفس المنحنة لا يحرك المنحنة يتغير كميات المعروضة على نفس المنحنة ولم ينتقل أو لم يحدث فيه انتقال للمنحنة كل العوامل اللي جاي بخلاف السعر هي اللي بتعمل شفت المين للمنحنة حسب الالاقة طبعا هذا تطبيق الكلام اللي احنا قلنا وهو الكيرف ده نشوف هيتأثر ازاي هيتنقل امتى يمين امتى يصار كل ده تطبيق نراه عشان نستفيد نطبق المعلومات اللي عندنا نشوف متى متى الكيرف ده او متى الكيرف ده او متى الكيرف ما تحركش مكانه اذا كان السعر والطلب على نفس السلع انما الاسعار التانية او العوامل التانية اللي هي النون سعرية بتعمل تعمل شفت المين للسبلايز كيرف اما زيادة لو يزيد يروح يمين لو ينقص روح يصار بعد كده نفس نفس الحكاية اذا ما تحركش نعرف ان هنا الكمية والسعر لنفس السلع هنا ما تحركش الكمية والسعر لنفس السلع بعد كده هنشوف النقطة المهمة اللي هي الكولي بريم لو قلنا عليها قبل كده الكولي بريم هنشوف عليها امتى الكولي بريم اللي هو تقاطع تقاطع كده ما هو سعر ما هو كمية التوازن نقوله 15 وحدة يبقى اقدران اطلع نقطة التوازن من الرسم وايضا اطلعها من الجدول الجدول هنا هو لو ادين الجدول كده 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 لغاية ما اشوف الاتنين الكميتين الاتنين تساوي امتى يبقى له ده سعر بريم وده كمية التوازن ده كمية التوازن وده كمية التوازن واضحة يبقى كده نقدر نعملها مع بعض نطلعها من الجدول سكيدول واو نطلعها من الرسم البياني سهلة قوي طبعا هنا بيقول ان فوق لو انه عنده نقطة التوازن هنا فرضنا نقطة التوازن هنا اهه ونقول او اي سعر اي سعر تهي سعر التوازن اههه تلاتة دولار اي سعر فوق ده بيسبب لحاجه اسماه سوربرس سوربرس يعني ايه؟ يعني فائد يعني فائد في السوق يعني كمية العرض اههه اكبر من كمية الطلب كمية العرض أكبر من كمية الطلب هذه كمية الطلب هنا عند العشرة وهنا عند 25 والعكس صحيح ولو كان السعر نزل تحت سعر التوازن يعني مثلا عند الـ 2 ريال أو الـ 1 ريال أو الـ 1 دولار هيبقى فيه عجز اسمه short touch عجز فيه السوق ونقول معناته العكس العكس ايه بقى؟ طبعا كل ما بـ Surplus فيه نقطة مهمة عايز اوضحها الرسمة دية هي انه كلما السعر اللي ارتفع فيه النقطة دية بيقول انه كمية العرض أكبر من كمية الطلب وبالتالي يؤدي او يتسبب فيه انخفاض الاسعار التناعة لخفض خفض 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 لغايد من تروح للتوازن تاني واضحا كده خل بالنا إذا اي سعر اي سعر اي سعر نوع السعر فوق سعر التوازن بيسبب في حاجة اسمه subrasl والفائد وبالتالي يتسبب فيه انخفاض الاسعار التناعة لخفض الخفض عشان يكفيه قوة هنا تكذبه تكذبه التحت يبقى قوة التوازن قوة العرض والطلب في السوق الي زل السوق اللي هو العرض والطلب التناية ماشية نزل لغاية ما تنزل الأسعار والعكس الصحيح بمعنى ايه العكس الصحيح لو انه لو انه احنا عندنا فيه سعر تحت تحت سعر التوازن بسبب لحاجة اسمها شمتاج اللي هو العجز عجز مين عجز السوق يعني ايه عجز السوق يعني الصبلاي المعروض أقل من المطلوب يعني بضعف السوق مش مكفية الناس اللي بتطلب أو الطلبات وبالتالي هيسبب في ايه بقى في سبب في ارتفاع الأسعار ولا ها من القوة القوة التوازنة هي قوة التوازنة هي اللي بتجذب الايه بتجذب الداكن الغادف عشان يبقى اذا بتسبب في مين في رفع الأسعار اه كل ده يعني رسومات مجرد رسومات وطبعا هنا اه طبعا بالنسبة لي اه اه مثال على السوق السيارات الهاجينة اه السوق عايزة هو عايز يقول لنا انه امتى تأثير الكلام ده على الشيفتنج يعني تأثير اه التوازن هنا لما ننقل لما ننقل كمية الطلب او يتحرق ينتقل منحنا الطلب يزيد لو الطلب يزيد على السلعة يعني يزيد يعني يروح يمين تمام الخط الأحمر ده اللي هو اللي زاد بعد ما زاد بيعمل ايه في نقطة التوازن او نقول بقى ايه تشتأثير ايه تأثير لما يتغير الطلب لحاله بدون وسبات الصبلاي ايش تأثيره هلقول له بقى عشان نشوف تأثير بقى لازم نعمل الرسمة اللي قدامنا ده ايه بقى الرسمة دي عادي النقطة الاصلية اللي هي اللي هزرق ده خلاص هذا البرائس الاولاني وعادي السعر الكمية الاولاني طيب عايزين ننقل بقى الـ نقطة التوازن الجديدة اللي هي تقاطع الصبلاي مع الدماند ايه اللي حصل في السعر السعر زاد ويه اللي حصل للكمية الكمية زاد اذا زيادة الطلب على السلعة ادى الى زيادة الاسعار وزيادة كمية المطلوب كمية التوازن سواء الكمية مطلوبة او الكمية معظوة لانهم من اثنين يحاولون التوازن اخرى طيب ايضا هو عايز يعلمنا زي ما قلنا ازاي انتقال او تغير في المرات دماء تغير في العرض الكيمية المعروضة لو زادت وسبات الطلب ايش بيصير او ايش تأثيرها على النقطة التوازن هادو النقطة التوازن الاصلية اللي هي قبل ما يتغير او قبل ما ينتقل اهو وبعدين هنقلو يمين نزود العرض نزود العرض عشان نقل الفين يمين طيب نزود العرض يقوم يديني نقطة التوازن جديدة اللي هي تقاطل معدما هيديني نقصان او انخفاض في البرائز و زيادة في الكمية عشان اشوف النتيجة ده هيسألني فيها يبقى لازم ارسم الرسمة الرسمة لازم اتعاود ان ارسمها عشان اقدر مهمة جدا طيب لو جي بقى الانتقال الشفت مجدو مجاش في واحدة بس فقط وثبات الاخر لا جي في الاثنين يعني ايه جي في الاثنين قال ان احنا هنزود العرض وهنزود الطلب اهو الاحمر ده اللي هو ايه الزيادات فاذا النقطة الجديدة اه نقطة الجديدة ايه اللي حصل ايه ايه زادوا بعد كده نبقى نفس الشيء قال ان احنا هنزود الاثنين بس في واحد هيزيد اكتر من التاني يعني العرض هيزيد بالمقدار اكبر من الزيادة فين في الطلب ايه اللي هيحصل برضو هنقول له هيحصل زيادة ايضا ادي هنا كانت النقطة الاصلية هنقول اصبحت من هنا نزلت هنا يبقى انخفضت الاسعار وبعدين هنا كانت الاصلية راحت هنا وزادت الكمية المطلوبة بس الزيادة في الكمية المطلوبة اكتر او زيادة في كمية التوازن اكبر من الزيادة في ال برايس لان الزيادة في العرض اكتر من الزيادة في الطلب طبعا مش هقدر اجاوب الكلام ده اللي لما ارسم مضروري جدا يعني احد يقول ايه انا اجيبها من دماغ كده واحفظها او لا كده غلط لازم نرسم كده لازم مقروق على الورقة كده ونطلع الاجابة طبعا هنا طبعا ده هنقراء كل وعلى زي اللي فات بس ده بتطبيق على اللي فات تطبيق فهنا بقى بيقول انه لو انا عند نقطة التوازن وبعدين حصل انه انخفض يعني انخفض الطلب على السلعة انخفض يعني انخفاض الطلب يروح فين يلفت يقصار اذا ما احنا اتفقنا حفظنا بقى طيب لما يرحفت اول حاجة عشان نشوف الاسر على كمية التوازن ونقطة التوازن يبقى لازم اهما حقق لحد النقطة الاصلية وبعدين النقطة اللي بعد التحرق نقول انه سعر نقص والكمية كات هنا وراحت هنا نروح نقول نقصان الكمية ونقصان السعر نفس الشيء كلها معادة ومقررة كل ده معاد ومقرر لكن اهم حاجة زي ما قلنا بوسط كتير قوي لما في نهاية السمري ده لازم احفظه بقى زي مش احفظه افهم لازم افهم عشان احفظ او اثبت اللي حفظه عندي لو حفظت لو حفظت بدون مافهم ايه بقى مش هارب المهم ناخد موضوع السمري السمري اللي هو الملخص مهم جدا مهم مهم جدا 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 يعني قد يكون ممكن انا امشي سريعا في السلايد واجي انتظر بفارد الصبر انتظر من السمري عشان ده اللي هيخليني اقدر اجاوب في الاختبار اكتر شي طبعا بس طبعا مش هنهمل اللي فات ولكن نقول اكتر شي طيب المهم عندنا سوق المنافسة قلنا في ميني بايارز و ميني سيدر كل الكلام ده ملخص جاب لك ملخص من اللي فات كله مشهرين كتير وباعين كتير وما لهمش تأثير قد يقول لهم تأثير ليس لهم تأثير يسكر او معلوم على سعر السنة لأنهم مكتر يقدر يتحكم في السعر السنة هو برايس بيكر هو ياخد السعر يتلقى السعر وليس يصنع ويتحكم في السعر نفس الشيء كل الكلام ده ناظري جدا وكله زي اللي فات بالزبط اذا دلوقتي ما هو الى ملخص وملخص ليس جديد ملخص مقتطفات من اللي فاتت طالما شرحنا اللي فات وفصرنا واخدنا مع بعض واحدة واحدة ارجع ثاني اسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة عشان تستسوي بالكلام كل ده مهم جدا واهم حاجة في النقطة دي تشوف هنا بقول ايه بيقول انه برايس الى جانب السعر الطلب بيعتمد على بيارز انكم والتستس بجانب الى البرائس طيب والتوقعات والبرايس وسعر السبستيوت السلعة البديلة والسلعة المكملة وعدد المشتريين كل الكلام ده بيعمل ايه بيعمل خلي بيعمل ايه مش الى جانب البرائس لا الى جانب البرائس يعني البرائس ده بيعمل ايه ما بينقلش المنحنة لكن كل العامل التاني ده ايه ازا كان واحد من تلك البرائس بيتغير اللي هو ده ده بعد البرائس بدون البرائس يعني بيعمل انتقال شفت لمين للدمان البرائس ونحن احنا في انتظار اي اسئلة من عندكم او اي دعم لنا انه تقولونا الشرح نبط نصرع يريت يعني تدعمونا بقراءكم احنا نحترم قراءكم ان شاء الله ونحن معاكم وقلبا وقالبا ودعواتنا لكم من نجاح ان شاء الله والى لقاء في الشبطة الاخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته